دكتور مصطفى وانا يمكن احط كده زي ايه جملة يجب ان تكون الطموحات في اطار الموجودات او حتى في اطار ما نستطيع ايجاده بشكل وقعي هل شفت ده في هذه الوسيقى دكتور؟ خلينا اقول لحضرتك ان السؤال بتاع حضرتك انا لمسته في التوجه الاولاني اللي هو متعلق بتعزيز النمو الاقتصادي ولفت نظري العنوان نفسه لان العنوان فيه تحليل كتير جوه العنوان تعزيز النمو الاقتصادي ان يبقى عندنا اقتصاد قوي متوازن مستدام نمو اقتصاد قوي قوي بمعنى ايه؟ قوي ان يكون عندي اقتصاد قوي فهيكل الاقتصاد نفسه يبقى عندي قطاعات انتاجية تقدر تدر عوائد ويكون لها ارادات تساهم في زيادة حجم الناتج المحل الاجمالي وتساهم في زيادة فرص العمل لان ده المستهدف من اي اقتصاد ان يزود حجم انتاجه ويخلق الفرص العمل اللي تقدر تستوعب المواطنين او الشباب اللي خارجين لسوق العمل طيب متوازن متوازن ان انا ببص برؤية اوسعة ان انا يبقى عندي مش تركيزي بس عشان اعمل النمو ده من قطاع او اتنين لا انا عاوز جميع القطاعات الانتاجية تبقى ماشية بنفس المستوى وبالتوازي الكل ينمو وبالتالي هيحصل عندي نمو اقتصادي كبير المستدام بمعنى ان تفضل القطاعات دي يتم عملية الانتاج فيها بشكل كبير مع ضخ الاستثمارات الكافية لها عشان تقدر تمارس اوتيرة الانتاجية والتوسع من خلالها وبالتالي انا عشان اعمل نمو اقتصادي قوي بقطاعاته الانتاجية القوية ما كنش بركز بس على قطاع معين قطاع البترول وما بصش لوقيت القطاعات التانية لا انا عاوز ابص على قطاع البترول والاستخراجات عاوز ابص على قطاع الصناعات التحولية الزراعة التكنولوجيا المعلومات وعشان كده في النقطة التانية في التوجه التاني اللي بيعمل عملية تكامل مع التوجه الاولاني ازاي بقى نوسع الرؤية في زيادة الاستثمارات الكلية اللي بتشمل الاستثمارات العامة الحكومية والقطاع الخاص من خلال المضي قدما فيه عملية برنامج الطرحات وزيادة مشاركة القطاع الخاص وربط ده كمان مع قرارات المجلس الاعلى لاستثمار لان كل ده اعملية اقتصادية متشابكة ومتربطة مع بعضها عشان تؤدي في النهاية لتحقيق كافة المستهدفات اللي احنا عاوزين نصل بيها يعني مثلا النمو الاقتصادي في الوثيقة احنا بنتكلم عاوزين نوصل من 6 ل 8% خلال الست سنين الجايين طب ده معنى ايه احنا محتاجين زيادة معدل الاستثمار يزيد عشان يقدر يضخ فلوس في القطاعات الانتاجية فتضر عوائد اكتر فتزود الاراضات العامة وتوفر لفرص عمل وبالتالي زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي الدولة المصرية او الحكومة المصرية خلال الفترة اللي فاتت لغاية النهاردة واللحظة احنا بنتكلم فيها بالنسبة لعملية النمو الاقتصادي نجحت فيها بمعنى ايه نجحت فيها ان احنا كل سنة بنشوف معدل النمو الاقتصادي او حجم الناتج المحلي تحديدا بيزيد بمعدل تقريبا تريليون جنيه يعني اخر سنة مالية كان المفروض نعمل تسعة واثنين من عشرة تريليون احنا قفلنا على عشرة واثنين من عشرة تريليون المستهدف في الموازنة الجديدة ان احنا نعمل حداشر تريليون وتمانية من عشرة معنى كده ان احنا حجم الاقتصاد بيتوسع اه احنا عندنا مشاكل بس في النهاية قادرين ان احنا نعمل عملية استكمال لهذا النمو وهذا التوسع بيخلينا نولد ارادات وحجم الناتج المحلي بيزيد وده بيكون اثروا على زيادة الارادات الضربية اللي بناخدها وبنحولها بندورها النحية التانية في مخصصات الحمال الاجتماعية وباقي المصرفات في الموازنة العامة